اشتركوا في القناة يعني طريقة ما تعرفون هكيد وطبعا هذا فحمنا كرتون فحم شي اسمه هذا ابو الغزالة ولو اني ما احبه هذا النوع بس يأدي الغرض وزيادة وهذا شاخوفنا وهذا يدب استخدام مرة وحدة وخلوني افتحن وارجع اوريكم شرون طريقة تشغيل الشاخوف وتوليع الفحم بش اخوف طبعا هذا الدجاج الدجاج اليوم الدجاج مبرد وهذا السمان الطريقة اللي هو الغسيل العادي انا بالنسب لي ما احبه احط عليه اي اضافات الدجاج اللحم ما احط عليه لا بزارات ولا شيء مبس احط عليه الملح وانتوا جربوا بس الملح وشوفوا طعم اللحم الوحدة كيف ما عرف ليش الناس يحطون البهارات والبزارات وكثرون من عندها وفيختلف طعمه حالات اللحم تخليه بدون المزارات وبدون البهارات بس ملحة 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 وجرب وكل واحد وبريقته ونغسله وننظفه ونرجع ونوريكم طبعا الان راح نجرب نولع الشاخور شوفوا هذا الشاخور طبعا من هنا شوفون هادي من هنا راح اقصر واولع شوف الشاخور هذا الشاخور برق الحياة الحيل بحطه انا شون بحطه تحت وبخليه يولع ليها لطوير العمر شوفوا شون وبعد ما ولع الفحم خلونا بلا لديه واحدة قوية نجربة نعطيه واحدة قوية نشوف نشوف والله لعنبو خامس الفحم يالخفاري شوي وخله يولع لنا الفحم والله العظيم يا جماعة اني كنت عاني من توليع الفحم والله اني يحط ثلاث كراتين وما يتولى لكن لقينا الطريقة الحين ولع الفحم ونرجع لكم باي باي انصحكم بهذا الشاخور يا جماعة انا جمعت انا جربت شواخيف واجر خصوصا هذي الشواخيف الصغيرة هذي اللي نص متر اللي اه تقريبا عشرين سانتي وثلاثين سانتي والله ما يصلح الماين في امبريال وخطرات لكن هذا شوف المسافة اللي مالة طولة تقريبا متر وشوف التوديع الله على طول فحم على طول فحم يلا نرجع لكم شوف بيحت الفحم شون صارت اوه اولى من تحت كله بس ايش هنخليه بعد شوية وخليها تولع مضبوط صراحة يا جماعة الخير الشاخوف هذا مو طبيعي صراحة اجيب انا اشكر صراحة برق الحياة على هذا الشاخوف شوفوا هذا بس دقيقتين حطيت الشخوف شوف شلون ما شاء الله صراحة خوش شخوف طيب يا جمعة الخير هذا الدجاج وهذا السمان ومثل ما قلت لكم ما حطيت اي بهارات طبعا هذي طريقتي انا وكل واحد دوقة فقط حطيت الملح فقط ملحتها طريب الان طريقة الشوي كيف انا اشويها لمدة تسعة عشر دقيقة كل وجه تسعة عشر دقيقة مقسمات كيف اول شي ثمان دقائق وبعدين اقلبها الوجه الثاني ثمان دقائق بعدين يطوي العمر ارجع الوجه الاول سبع دقائق ست دقائق وبعدين ارجع الوجه الثاني ست دقائق بعدين ارجع خمس دقائق وبعدين ارجع الوجه الثاني خمس دقائق وهكذا يكون ترتيب تسعة عشر دقيقة يعني اول مرة اخليها ثمان دقائق وبعدين اقلبها الوجه الثاني ثمان دقائق بعدين احطها ست دقائق وارجع مرة ثانية ست دقائق هذي خمس دقيقة ثمانية وستة اربعة عشر دقيقة واخر مرة احطها خمس دقائق الوجهين خمسة خمسة بدون ما اهف هوا اهف هوا متى في الخمس دقائق الاخيرة اول ما احطها ثالث مرة خمس دقائق زين اهف لمدة دقيقة ونص على الخفيف دقيقة ونص واخليه واقلبه خمس دقائق الوجه هذاك ودقيقة ونصف اهف واخليه. وبس وطلعه. فيصير تسعة عشر دقيقة الوجهين تسعة عشر والوجه الثاني تسعة عشر. وبس يطلع معاك مضبوط. لان في بعض الناس يحرقونه. طبعا انا من بعد احرائق كثيرة يعني ضبطت معاي هذي. هذا التوقيت حقي. تسعة عشر كل وجه تسعة عشر دقيقة. فنرجع. ان شاء الله بس هذا فحمنا باقي عليه حبتين ويجمر مضبوط. مش اخوفنا والله ما قصر معانا. هذاك هو. شوفونا هو البته. المهم. ارجع لكم. هذي حين نحطيناه. هذي اول ثمان دقايق. ثمان دقايق طويل الامر. وبعدين تقلبه ثمان دقايق مثل ما قلنا. اذا ثمان دقايق الوجه الاول. وثمان دقايق الوجه الثاني. طبعا كلمة تولع النار طفيها. وبعدين ترجع ست دقايق. ترجع مرة ثانية ست دقايق الوجه الثاني. ثم خمس دقايق وتهف لمدة دقيقة ونص. ثم ترجع الوجه الثاني خمس دقائق وتهف لمدة دقيقة ونص يكون مجموع كل وجه تسعة عشر دقيقة تابعونا طبعا وصلنا لمرحلة الاخيرة مثل ما تشوفون الحين انا حطيتها ثمان دقائق او المرة بعدين حطيتها ست دقائق وهذه الخمس دقائق الاخيرة طبعا الخمس دقائق الاخيرة راح نهفهف طبعا كل وجه خمس دقائق وكل وجه ثمان دقائق وكل وجه ست دقائق فهذه الحين القلبة الاولى الخمس دقائق الاخيرة نهف لمدة دقيقة ونص فخلوني اهف وارجع لكم. وهذه النتيجة النهائية طبعا باقي دقيقة واطلع مثل ما قلت لكم ثمان دقائق ست دقائق خمس دقائق وهذه وهذه النتيجة شوفوا لا هو محترق ولا هو شي شوفوا لونه اشقر يطويل الامر وشوفوا هذا شوفوا اللون اشقر من احسن ما يكون. فتبق تشوي طبق الطريقة هذي. هذي الطريقة بالبعد اخطاء كثيرة طبعا. وبالهنا والعافية عليكم ويعطيكم العافية. واوريكم نتيجة نهائية بعد شوي. باي باي. وهذه هي النتيجة نهائية عزائي. شوفوا يطويل الامر شوف الدجاج شلون لونه. اشقر له محترق ولا شي شوف شوف شلون اتفتفت. شوف هال الدجاج. شوف بيدك شوف. بسم الله. بذل ما اقول لكم يا جماعة. ارجع واكرر. واجه الاول 8 دقائق. اريد الوجه الثاني 8 دقائق. واجه الثاني ارجع مرة ثانية 6 دقائق. والوجه الثاني 6 دقائق والأخيرة 5 دقائق وتهف لمدة دقيقة ونص وبعدين 5 دقائق الوجه الأخير وتهف دقيقة ونص وخلاص طرعه طبعا 8 دقائق الأولى و 6 دقائق ثانية لا تهف خلا بس على الرمر يعطيكم العافية ورجونا هنا لأعجابكم والشاخوف ما وصيكم علي يا شباب طروا خل الشاخوف والله فادري اشتركوا في القناة